اشتركوا في القناة ان الهجوم كان احتجاجا على اوضاع جرح ميليشيات الكرامة واتهاما لابناء حفتر بالفسد ابدأ المجلس الاعلى للدولة استعداده لاستناف الحوار مع مجلس النواب والشروع في تشكيل اللجان وفق الاتفاق السياسي واضحت لجنة متابعة الاتفاق السياسي بالمجلس في بيان لها ردا على مبادرة نواب برقة بمجلس النواب لحل ازمة الموانئ النفطية واضحت ان العلاقة بين المجلسين محددة في الاتفاق السياسي وانشر البيان الى ان استناف الحوار بين المجلسين يتيح انهاء حالة الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة وتمهيد الطريق لتنفيذ الاستحقاق الدستوري واجراء انتخابات عامة تنهي المرحلة الانتقالية اكد المبعوث الاممي الى ليبيا غسان سلاما ان رفع حضر التسليح عن ليبيا امر ليس من صلاحيته واضف سلاما خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الايطالي اندزوم ميلانيزي في روما ان مجلس الامن هو المسؤول عن معالجة قرار حضر التسليح وشار سلاما لان حل الازمة الليبية يكمن في خروج الليبيين بهوية وطنية قوية تشمل جميع دون اي تمييز واضح المبعوث الاممي ان هناك اسباب خاصة تجعل ايطاليا تتابع بدقام لف الازمة الليبية قال وزير الخارجية الايطالي اندزوم ميلانيزي ان بلاده تنوي تسليم سفن دورية لحرس سواحل الليبي بهدف انقاذ مهاجرين وبحسب وكالة اكيا الايطالية اوضح الوزير خلال مؤتمر بروما ان قرار تسليم السفن يهدفون انقاذ المهاجرين لا لخلق عقبة تحول دون وصولهم لاوروبا وشار الوزير الايطالي لان الفكرة ليست اقامة عائق يصعب التغلب عليه بل ايصال المهاجرين الى شواطئ الامان في اقرب وقت ممكن على حد قوله نهاية الموجز الى اللقاء اشتركوا في القناة